اليهود النصارى المجوز إخواننا في هذه الأيام هناك من يشكك في مسلمات عندنا أهل الإسلام يقول يهود ونصارى هذا إخواننا ويدخل الجنة هذا كذاب هذا يغش اليهود ونصارى ما ينصح لهم والله نحن نحب لهم الخير وهو الدخول في الدين الإسلامي فكيف يكذب عليهم أصلا هذا اللي يقول اليهود والنصارى إخواننا ويدخل الجنة هذا ما يقرأ الفاتحة يقرأ ما وجد مسلم يقرأ الفاتحة طب هو ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين عجيب والله هذا في دعوة طبعا تختلف دعوة اليهود عن دعوة النصارى عن دعوة المجوس عن دعوة كذا هذا عند بعض الناس لكن أحسن طريقة وأسهل طريقة في دعوة يهود نصارى مجوس روافض ما هي ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مناظرة لا ما تصلح هذا الطريقة وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ما قال ناظرهم وجربوا هذه الطريقة عندنا عندنا مركزين للدعوة في الرياضة مركز الدعوة الأول جابوا فيه خمسين مرأة في البنية مرضة نصرانية والثاني خمسين مرأة الداعية هنا يعلم التوحيد فقط ما يناظر ما يتكلم الداعية هنا مناقشات بعد شهر المحصلة في المركز الأول كم أسلم أربعين وعشرة الدعية يقول في الطريقة بإذن الله في الطريقة سهل جدا المركز الثاني واحدة الدعية يقول يقول حتى الواحدة ذي إسلامها في نظر واتعبتني كل يوم أسئلة والسؤال ومناظرة أنا والله أخواننا أنا لا أعرف يعني طريقة دعوة غير المسلمين كنت يوم في فرنسا في مارسيليا مسد قديم وجاني أحد الشباب وقال يا شيخ نبغى منك عشر دقائق فقط في فرنسي سبعة عشر سنة عمره يريد يسلم لكن عنده شبهات حول الإسلام تعطينا عشر دقائق قلت أمر الله بيعطيكم عشر دقائق فهو عندهم مشكلة بعد الدرس عندنا غرفة خلف المحراب نجلس فيها أنا وهذا والمترجم أنت لا تعلم قال اتفاقنا فالله انتهينا من الدرس دخلنا الغرفة والمهم بدأت تكلم معا عن طريق المترجم قل له ماذا لدي قال لدي شبه قلت الحمد لله يكفي في الرد على الشبه أنها شبه وانتهينا فالمترجم قال لي يا شيخ نسمع منه قلت انت هنا مترجم ما لك علاقة تريد انت تسمع للشبه أنا أمشي وهذا يتفرج علينا الآن الشاب قلت يا أخي عملك هنا تترجم فلسف مو شغلك ولا نمشي قال آسف فقال له أنت تعرف أن الإسلام حق والشبه يكفي في الرد عليه أنها شبه قلت ايش رأيك قال ماذا أصنع قلت تسلم الآن وانت تعرف إسلام حق قال دعني أفكر قلت لا متى قالي لغدا قلت أي وقت قال يعني بإذن قال مثل هذا الوقت قلت تضمن لي أنك تأتي غدا قال ما أضمن قلت خلاص أسلم الآن نطق بالشهادة هذا مترجم طلع الجوال يبغى يصور ايش نطق هذا بالشهادة وأنا التفت إليه قلت شفت الآن لو فتحنا الشبه ما انتهينا خلاص خذوه الآن أخذوه اغتسل مصلى وعطوه كتاب ثاني يوم معنا في الدرس لا تفتح باب الشبه يا رجل الآن لو يقول هاي الكويتين انت فيكم قال وانت السعودين فيكم صح وما انتهينا صحيح اي ممكن تأتي بعض الشبه ترد عليه أما تفتح باب الردود باب الشبه هذا والله هذه ليس الطريقة نبوية ترجمة نانسي قنقر